أعزائنا للمشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى وكما شاهدتم واستمعتم خلال الساعة الأولى العبادة في المسيحية والإسلام بنتطرق إلى طرق العبادة في المسيحية والإسلام طرق الصلاة في المسيحية والإسلام طرق الطهارة في المسيحية والإسلام طرق القضايسة في المسيحية والإسلام وقبل الوقفة القصيرة التي أخذناها كنا نتكلم عن النمو الروحي احنا بنعرف ان كل ما الانسان بيقترب لله بيتصل بالله بيسبح الله يصل الى الله تتقوى حياته الروحية اكتر من الحياة الجسدية وبنشوف ان فيه في المسيحية طبعا ناس رجال وسيدات صلاة وبنشوف الاسلام طوائف معينة ابتدين نسمع عنها على الخارطة الاسلامية زي يقول لك دلوهابي وده سلفي وده هذا كذا وهذا ذا دكتور يوسف يريد تعقب من الناحية الاسلامية اولا وبعد ان اعطي الفرصة القصي جورجي عقب على الشيء المسيحي ايه طبعا بكل التأكيد المذهب الاسلامية فيه طبعا المذهب الوهابي اللي هو واخدها من محمد ابن عبد الوهاب محمد عبد الوهاب اللي هو واخدها من احمد ابن حنبل ده غير الشفعي والامام ابو حنيفة ومالك ابن امس دولت المصر والعراق وشمال افريقيا لكن المذهب الوهابي اللي هو بيقول بيقول اننا السلفيين لان هو فعلا اكتر واحد بيتبع السلف يعني المسلمين الاوائي ادي معنى كلب السلف لزال يكون تقالي السلفيين الوهابيين دولت منتهى العنف واخدهم من احمد ابن حنبل عشكرا اسمهم يعني اني يقولك انت حنبالي الحنبلة دولت حربوا كانوا بيحربوا وبياخذوا الكويت طيب سؤالي بقى وبيقتل المسلمين في سوريا وكويت السؤالي ان كل ما الانسان يقترب الى الله كل ما يعمهم السلام تعمه الاخوة يعمه المحبة يعمه الاخبار ايوه لكن انت خلاف الكلام اللي بتقوله ده كل ما يكون يتدين ويقترب الى الله يتشدد اكتر ما هو هم كده بقى الا مذهب واحد طلع ايام هارون الرشيد ايوه اللي هو مذهب الحلاج وربع العدوية ايوه اللي مش معترف بيه بين عامة المسلمين يعني الحلاج لما ظهر مذهبه اه يعني اتلوه اعدم الحلاج وصل يا اسيس يوسف الى ان الانسان ممكن يتحت بالله اه اوكي تخيل وقالوله في الاخر ازاي تقوله الانسان يتحت بالله ده كلام المسيحيين فمتغس منهم فقال لهم ما ما في الجبه الا الله اوكي يعني الله متحت بيه جملة مشهورة للحلاج قلب بيها المفهم الاسلامية واقترب من المسيحية ما في الجبه الا الله ايام هارون الرشيد غطوا وشه واخدوا للاعدام وربع العدوية اللي المسلمين كتير ما يعترفوش بيها انا كنت بكرت مع اكبر المسلمين دي انه فيش حاجة اسمها حب الله وكده الله ده الواحد يخاف منه ربع العدوية انحرفت انا بكلم مع اكبر رئيس مسلمين في لوس انجلوس اي قال لي نو بس ايها مش عايزين نقول عشان ما نكبرش الموضوع ربع العدوية دي منحرفة بتكلم عن حب الله وبتكلم ان الصلاة ما لهاش موعيد ممكن نصلي في اي وقت ما كانش بتروح المسجد ولا الجامع فربع العدوية دي انحرفت عن الاسلام عشان بتقول محبة الله وبتقول الصلاة في اي وقت المزها بالسوفي السوفين عندهم الله حي الله حي ويقعدين يرحوا لهم عننا مغرب ايه وعيشة ايه ففيه طواقف اسلامية اقتربت المسيحية فهمت ان هو ده الصح نصلي في اي وقت مش مهم تروح الجامع مش مهم الشريعة الاسلامية ان الله محبة انا لو ربنا في النار انا عايز اروح النار ربع العدوية قالت كده لاني بحب ربنا والحلاج قال الله المتحد بيا ما في الجبة الا الله ايام هرون الرشيد اخدوا على طول غطوا وشه واعدموه فدولة زارت ايام الحسن البصر وايام السوري سوفيان السوري ظهرت حاجات في الاسلام كده وامضة يعني نور كده واختفى على طول لان طبعا طيب في عندك البهائيين واليازدية ايه بشمال العراق اعتقد ايه دي قوم يوقفهم من النمو الروحي في الاسلام البهائيين مزيج بين المسيحية والاسلام ايه مرفوضين من ايران بيتطهدوا هذا عنيد جدا في ايران وطبعا في مصر بس في ايران يعني طايفة كبيرة في ايران البهائيين متهدين جدا انا قابلت الناس منهم في نيويورك ايه اقولوا متهدين اتهد عنيف اكتر من اليهود والمسيحيين في ايران قتلوا كثير منهم في ايران قتلوا كثير في ايران البهائيين بعد ثورة القمانية قتلوا واذبعوا الكثير من البهائيين قليني اخد مكالمتين وبعدين ارجع حتى نكمل موضوعنا اكتر من المسيحين واليهود في ايران من المتاهدوا البائيين نتيجة التعبد نتيجة العبادة الإنسان كل ما بيعبد الله كل ما يمتلئ بروح الله ولم يمتلئ بروح الله بيمتلئ بسلام الله بمحبة الله بشفقة الله برحمة الله بكل الصفات الممتازة بالله لكن بخلاف ان اسمع كل ما يتشدد دينيا كل ما هو يبقى اكثر قساوة على اخيه الانسان عندي على الهواء يريد انا بسوط ان اخوة المسلمين يبتلوا يتصلوا يريد يتصلوا بنا تعقي معين سؤال معين كلام احنا قلنا انت تعتقد انه مش صحيح عايز تعقب علي اهلا وسلم بكم خلينا اخذ الاخ كرمي محمد مساء الخير تفضل انت على الهواء السلام عليكم على نوشان اتفضل محمد من جنوب سودان اه اتفضل وانا عندي سؤال عشانك انتي دكتورة يوسف ايوه انا روت عند السيخ سألت السيخ وقلت له عندنا في قرآن في سورة في سورة الشورة رقم 6 ايوه وبيقولوا كذلك اوهينا اسم الله الرحمن الرحيم اوهينا اليك قرآنا عربيا ايوه لتنجري ام الكرة ومن هولها ايوه بعدين انا مدخلش في موخي هذا الكلام ام الكرة مكة اريه انا مدخلش يعني خالص في دماغي هذا الكلام ايوه ايوه الاسلام لجم يروح للكواكب ايوه التانية انا اعرف ام الكرة هي هي سعودية اريبيا هي مكة مصبوط ايوه ايوه ام الكرة هي كرة ارضية وان اللي حولها دي هي الكواكب التانية فانا روحت الوحدة ميسانري واحدة ميسانري مبشرة ايوه بيبشر عندنا نعم ايوه 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 انا ماكن كل الايام وإلى الانكداء امين فمبشرة دي قالت انه انه هنا لازم كل الناس يعرفوا عن هيسا مسيح وانا الاندي كونفيوز انا اعمل ايه اه دي سؤال لدكتورة انتي يوسف ايوه سؤالي التاني في عندي في القرآن في سورة مريم سبعين ايوه يقول ان جميع مسلمين يروحوا النار وانا خايف كتير وروحت للسيخ وقلت له كمان في سورة البارة ان كل واحد رح يروحوا النار قال لي لا 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 ما حدش يروحوا النار ربنا عنده رحمة كبير وكله رح يروحوا بجنة وبعدين انا رحت للمسيناري تاني سألتها وقلت لها فقالت لي ايوه هو كله رح يروح النار الا اذا يؤمن بعيسى مسيح وقابت لي كمان في انا كذبه عندي في 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 كتاب بتاع روميا نعم كتاب بتاع اهل روميا بيقول لا داينونا على الذين هم في مسيح امين فانا مش اعارف امين ومن اللي صاحب ومن اللي غلط اوكي طيب انا يا رحاتي انا موت دلوقتي يروح اين طيب اروح في ستين داعية انا عايزينك تروح في ستين داعية انا عايزينك تروح مع الرب يسوع انا هجوب في اوكي طيب لا تجاوب على الاتنين سؤال على السمات عشان انا معايا ثلاثة كمان هنا طيب خليك معايا خليهم يسمع وشكرا طيب تقدر تستمر معايا على التليفون ولا بدك تروح انا معاكي بس بسرعة عشان انا مندفع فلوسه كتير طيب اقفل التليفون واحنا هنجوب اقفل التليفون واسمع انا بس كنت عادة صلي معك طبعا ام القرى هي مكة باجماع المفسرين البيضاوي والجللين المحلوي والمحلي والسويتي وكل الناس ام القرى هي مكة وبعدين دخول النار الايات واضحة ليس منكم الا واردها بتفسير كل العلماء الاسلام حتى الرسول نفسه بيقوله كمان هينزل النار الرسول بقى فيه اية بتقول يلقونا ربهم والقلب بتاعهم خائف ايوا فعيشة سألت الرسول الذين يلقون ربهم والقلب بتاعهم خائف ايوا قلوبهم واجلة مين دولة اللي هم مش بيصلي ولا يصوموا قال لها لا يا ابنة الصديق اللي بيصلي ويصوموا ويخافون قال لا يقبل منهم مفيش ضمان حتى لو بيصلي ويصوموا يعني اي واحد يا قبل ربهم خائف والاية صريحة وبتفسيرها صريح وليس منكم الا واردها ثم ينجي ربكم الذين اتقوا بعد ما يخشوا النار فدي معروفة يفصلهم عن بعض يعني بس لازم كلهم ينزلوا لازم في الاول دين بايدوي والجللين السؤال التاني بتاع هل سيذهب النار هو نفسه او كيف يخلص احنا قلنا حكاية لاسا منكم الا دخلها وقلنا ام القرى اللي هي مكة في حاجة تانية قال لها مهم اه كتبها بلغة العرب الاتقان في علوم القرآن للسيوتي جلال الدين السيوتي اللي كتب اسباب النزول وتاريخ الخلفاء وتفسير القرآن واربع اجزاء الاتقان في علوم القرآن في الجزء التاني ذكر 13 صفحة ما كتبها بغير اللغة العرب كلمات كتيرة قوي 15 صفحة كلمات تركية ومش عارفه فارسية مالاش دعوا باللغة العربية خد بالك فالقرآن فيه كلام كتير مش بالعرب ده جيت لقيها في الاتقان في علوم القرآن للسيوتي الجزء التاني طيب انا عايز اشكر الاخ كرمي محمد لانه بيبحث بيقرأ وعايز يفهم فبيروح للجانبين عشان يفهم وده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة احنا مش بنجبر احد انه يعتنق المسيحية ويعتنق الاسلام ويعني انطلق اله المسيحية ويعتنق الله احنا عايزين الناس بقى تفتح قلوبها وتفتح افكارها وتفتشوا الكتب الكتاب يقول عشان تقارن لا يستهن احد بحداثتك فده غرضنا من الجلسة اليوم ان احنا بنفتح هذا الموضوع عايزين نقرب الانسان اكتر الى الله الى المفهوم الصحيح عن الله في المفهوم المسيحي وفي المفهوم القرآن او الاسلامي فاخر كرمي احنا بنشكرك شكرا جزيلا وارجو بس خلين اصلي الاخ قسم منذر يصلي الاخر كرمي صلاة خاصة دلوقتي نعم هو كان يقلب ايضا يقول اريد توجيه من عدكم ماذا اعمل اي فاخر كرمي احنا فرحين نسمع صوتك واحنا نصلي من اجلك واحنا ندعوك الى الايمان ندعوك الى الخلاص بالمسيح حتى تخلص من جهنم عندما تقدم قلبك وحياتك الى المسيح المسيح يقول من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة ابديه ولا يأتي الى دينونه بل قد انتقل من الموت الى الحياة فعندما تقدم قلبك واصدقائك الى يسمعون معك عندما يسلمون حياتهم للمسيح لا دينون عليهم وانا راح الان اصلي من اجلك من اجل اخوانك اصدقائك الثلاثة امين امين ايها السيدة الرب ايها الاب السماوي القدوس نتوجه اليك في هذا اليوم بالشكر من اجل محبة امين وحسن صنيعك معنا نشكرك من اجل الفداء الذي منحته لنا مجانا بدم ابنك يسوع نعم وتعطيهم ان يؤمنوا بي كمخلص وكمنقذ من الدينون والهلاك وعند ذاك يزال الخوف من قلوبهم قرأوا ان كل مسلم سوف يذهب الى الهلاك وهذا حق صريح لانه بدون قبولك كمخلص لا يوجد رجاء ولا يوجد امل لانك انت الطريق الوحيد الى السماس وانت الامل الوحيد لكل هذا العالم فارجوك يا رب انك انت تعلن ذاتك لاخون كرمي واصدقائه وتعرفهم بخلاصك الثمين وتهديهم الى الحق الصريح نصلي حتى تغير حياتهم وتعطيهم ان يعترفوا بيك مخلص ويبشروا باسمك وسط شعبهم واصدقائهم نسلم حياتهم بين ايديك يا رب اعطيهم هداية اعطيهم ارشاد وعطيهم ان يتمتعوا بخلاصك ورش من دم ابنك على قلوبهم وطهرهم تطهير كلي باسم المسيح يسوع نصلي امين اروح للقس جورج كنت عندك بعض التوجهات للاخر كرمي وزملاء اخر كرمي وزملاء انا كثير ايضا مسلور وقلبي فرحان لانك اتصلت من السودان الى هنا في امريكا واخدت فرصة معنا فالموضوع الاهم ليس موضوع الدين او صلاة او تعبد الموضوع الاساسي هو ماذا يريد الله الله يقول الانجيل الله يحبك لانه هكذا احب الله العالم يعني الله يحب الشعوب الله يحب خليقته لا يريد اي انسان ان يهلك ويذهب ويذهب الى الجحيم هذه ارادة الله ومشيئة الله امين لكن كيف ما هي الوسيلة ان نعيش حياة مع الله ونبتعد او نتجنب غضب الله ودينونة الله والنار يقول هنا الكتاب مقدس عن كلام يسوع المسيح نفسه في انجيل يوحنى انجيل يوحنى يقول في العدد الثادس بيقول في نوعين من الولادة في الولادة الجسدية والولادة اللي شنو روحية الولادة الجسدية هذا كل البشر يشتركون فيها انا وكل الاشخاص هنا وانتو كل الناس ولدوا من اب وام الولادة الرحية ليست كذلك ليست شيء طبيعي الولادة الرحية يجب ان تأخذ خطوات للوصول اليها والحصول عليها في يوحنى الاساحة الاول العدد اتناشر يقول ما هي هذه الخطوات الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه لما تؤمن بالرب يسوع المسيح ايمان قلبي وتطلب غفران القطايا وتتوب عن الماضي وتسلم حياتك لله وتعطيه مكان في قلبك يقول انا واقف على الباب واقرع في رؤية ثلاثة عشرين من فتح لي الباب ادخل اليه فالرب يسوع هو الان واقف على باب قلبكم قلوبكم ويطلب الدخول ولا يدخل غصب عنكم يدخل بأدب يدخل بدعوة خاصة منكم الذي يطلب من المسيح ان يدخل اليه يسكن فيه سكون روحي فتصير ابن لله الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله في عندك اختيارين ان تكون عبد او تكون ابن انا كنت عبد لكن طلبت انه يتبناني تصير ابن له وانا اشكر الله اني استطيع ان ارفع عيني الى السماء وقول ابانا الذي في السماوات لان انا ابنه وهو ابوي وهذه الطريقة الوحيدة الذي نستطيع بها ان نرس الحياة الابدية لان الابن يرس الاب الوراثة ليست لكل انسان فقط للمؤمن بالمسيح فتارث الحياة الابدية والخلاص وجميع بركات الله شكرا جنابك سيد جورج عندي مكالمة اخذها طولنا عليه شوية اسف على التطويل اخ توني تفضل انت على الهواء مرحبا سهلا تفضل عندي سؤالين وانتي بدي اسأل الله يعرف كل شيء قبل ولاة الانسان اذا كان الله يعرف يحكو لي يا جماعة يعرف ولا ما يعرف طبعا يعرف هل هو مخطط كل شيء بس عايزة اقول لك من البداية هذا مش موضوعنا نهار دا احنا نتكلم عن العبادة يعني ما هو العبادة ما رداسك على العبادة طيب تفضل اقول سؤالين ايوه هل الله يعرف كل شيء قبل ولادة الانسان قبل ولادة الانسان ايوه سؤال الثاني يعني هو مخطط كل شيء ايه مخطط انه احنا نعبده نعم طب اذا هو مخطط كل شيء ولماذا يعاقب الانسان على شيء هو مخطط له لانا الانسان مخير وليس مصير هي تقول لي هلها بالشوية انه هو مخطط له قبل الولادة انت لا احنا ما نلاش كده الإنسان مولود وهو ليس يعرف ما يحصل معه هل الله يعرف كل شيء أم لا يعرف تعطيني السؤال الثاني الثاني هل يمكن لله أن يقتل أطفال جماعة الناس تنين بالعهد القديم حتى ينجي ابن المسيح لما ولد المسيح وهرب لمصر ماذا جعل الله اليهود يقتلوا أطفال بيت لحم حتى ينجي يعني هل يمكن أن تقتل أطفال حدثنا شيء ابنك انتا طيب هذا هو السؤال سؤالين تبعونا شكرا رح نجاوب هلا شكرا أبين يأخذ السؤال الأول أنا بلاقي السؤالين متعلقين ببعضهم البعض لأن السؤال الأول يدل أو يوصلنا إلى السؤال الثاني الله طبعا إن كان هو الله فعلا هو قادر على كل شيء وعالم بكل الأشياء مسبقا ومؤخرا هو إله التاريخ في فرق كبير بين أني أعرف شيء أيوة وأني أدخل بالموضوع مثلا أنا كان عندي أربعة أولاد ولا زال عندي والأسار الكبار الآن الحمد لله متجوزين لما كانوا صغار كانوا يتقاطلوا مع بعض فأنا مرات كنت أتركهم عندي أنا حرية أجي أفسخ المعركة بس أنا وزوجتي متفقين إنه إذا ما في خطر على بعض خلوني يتعلموا كيف يحلوا مشاكل بعض أنا عندي مقدرة والسلطان أني يوقفهم بالكلام أو بالفصل الجسمي يعني ابتعدوا عن بعض وأنت أقعد هناك وأنت أقعد هناك لكن فيه اختيار في بعض الأوقات الولد ممكن معه سكينة لما فيه سكينة أنا بتدخل لكن في قصد الله نحن لا نعرف تماما مئة بالمئة قصد الله في قصد الله أنه عارف بكل شيء لكن لا يتدخل بكل شيء في بعض المرات نحن نطلب منه تدخل فيدخل إذا ما طلبنا منه تدخل بعدين فيه شيء تاني دخل إلى تاريخ البشرية وهو إبليس إبليس دخل لكي يحرك قلوب الناس نحو الشر فهناك صراع صراع بين الله وبين إبليس صراع بين الخير والشر وهذا الصراع هو في قلبي وتفكيري وتصرفاتي في حياتي من هو الذي يربح هذا الصراع أنا الذي أربح هذا الصراع باختياري الخير أو الشر اختياري لله أو لإبليس وعدم الاختيار هو اختيار نحو الشر لا أعرف إذا هذا يساعد على تفاهل الموضوع هو طبعا معقد كنت أريد أن أضيف على أن الإنسان دائما مخير الله لم يخلق الإنسان كحيوان خلقه بعقل بإرادة بحرية من وجوده في الجنة وقال له يوما تأكل منها موتا تموت أعطاه له قال له هذا يعني شيء عشان يعرف إرادة الله في حياته ويعرف قرار الله في حياته يعرف وصايا الله في حياته وقال له هاي هيك مفتوحة الجنة بس في شيء معين لازم تنفذه إذا ما نفسته في نتيجة ها there is consequences يعني فالإنسان دائما مخير وليس بمصير وكون زي ما قال السيد جورج كون علم الله لا ينفي ما يعمله الإنسان الله بيعلم طبعا أنه خالق طبعا أعمال الإنسان هذه بإرادة الشخصية هو ما يفعل ما يشاء ولكل فعل له نتيجة طبعا عندك أي تعقيل بكل تأكيد يعني مثلا فيه طالب ما بيذكرش خالص فواحد يقول الطالب ده هيسقط مئة في المية هو عارف كده لأنه ما بيذكرش هيجاوز زي مش معنى كده أن ربنا محدد يعني الأستاذ ده محدد أنه هو يسقط هو اللي حدد الطالب هو اللي حدد مش الأستاذ يعني الأستاذ مش عنده خطة ولا مخطط ولا أي حاجة هو مجرد أنه عارف فيه طيارة من فوق هليكوبتر شافت عربية ماشية بسرعة ناحية البحر الطيارة عارفة أن العربية هتقع في البحر مش معنى كده أن الطيارة خططت للعربية هتقع في البحر فالإنسان مسؤول عن اختاره بكل تأكيد بخصوص تنجية ابنه ربنا ما قالش الهيرودس يقتل للأطفال وقال لهم كده وكممكن المسيح كان يهرب من غير مهيئة الأطفال يعني يروح أرض مصر من غير مهيئة الأطفال يعني ديما لاش دعوا بربنا مش عشان ينجي ابنه ابنه مش هيتنجى لما هو يقيت الأطفال ابدا ينجي ابنه إعلقيتها بنجاة المسيح أن هيرودس يقتل الأطفال ما دون سنتين ما ديما لاشي علاقة بدي ولما الله كان بيهلك شعوب كان بيخلقها لخطاياها بيعطيها كان فرصة وراء الأخرى ولم تتب فالله مش يعني عنده خطة معينة عشان يفضل هذا الإنسان عن هذا الإنسان الله قدوس كل اللي يهمه أنه إله قداسة والقداسة والنجاسة لا يختلط معا أمام الله وفي آية أسيس يوسف الله يريد إن كان على الله بقى لو عايز تعرف الله الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ليست مشيئة أمام أبيكم أن يهلك واحد من الناس دي مشيئة الله لكن ما قدرش ربنا يجبر الإنسان أنه يؤمن بي وحبه هو يوفره الوسائل لكن ما قدرش يجبره هل الله عارف طبعا الله عارف وإيه لي ما بقاش الله قبل أن ننهي هذه النقطة عندك أي أضافة معين عشان نروح لشيء تاني أنا ما في عندي شيء شكرا لهذه النقطة شكرا قسمونزر طيب رح أدخل هلا في القداسة في المسيحية والإسلام نعم تتكلمنا عن الطوائف الدينية التي تريد أن تنمو روحيا سواء كان في المسيحية أو الإسلام فعايزين نقول شوي عن القداسة الله القدوس ما هو الله القدوس في المسيحية وإلهة القدوس في الإسلام شخصيتهم التنتين يعني وبعدين إيه المستلزمات إلا على الإنسان أنه يصبح كونوا قدسين لأن أنا قدوس قدوس نعم بعدين عايزين نعرف كلمة قداسة بقى إيه دي طب خلينا نرجع للسؤال تبعنا بس هناخد وقفة قصيرة وبعدها نرجع إليكم فإبقوا معنا موسيقى اشتركوا في القناة 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 الى البداية الابتعاد عن الخطيئة التناحي عن الخطيئة في كلمة بالإسلام هي الحرام القداسة شبيهة بالحرام شيء حرام عليك محرم فالله ما ممكن يلمس الخطيئة فالله خلقنا على سورته ليش احنا مش مقدسين اذا حصل شيء الخطيئة من خلال آدم حواء دخلت الى العالم ومحت القداسة في الإنسان فبدأ الله يخطط لخلاص البشرية ومنها استرجاع الصورة التي فقدت من الإنسان هذه خطة الله في كتاب مقدس كله بشجع الاشخاص اللي بيسمعونا ان يطلبوا كتاب مقدس نحن مستعدين نبعاد لكم كتاب مجاني المهم تقرأوه تدرسوه من 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 أول الى آخر حتى تفهموا قصد الله قصد الله هو عن طريق يسوع المسيح يسترجع الصورة الممحية منها صورة الله صورة القداسة هذا عمل داخلي في القلب نعم الإسلام وحتى في المسيحية أعمال خارجية يقول الكتاب مقدس إنها كخرق بالية يعني أشياء كزبالة يعني ما بيقدر الإنسان يرضي الله بس بأعمال لازم الشيء الوحيد هو قداسة القلب طهارة القلب رب يسوع المسيح تكلم عن القداسة لليهود الذين كانوا يتكلون على هذه الأعمال الخارجية منها التطهير الجسدي منها الوضوء وإلى خيره الوقت قسير لكن في مرقص سبعة يقول يسوع لهم الذي وهذا أخونا القسيس مونزر ذكرها قال إن الذي يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج ما هي الأشياء التي تخرج الأفكار الشريرة الزنا الفسق القتل السرقة طمع خبز مكر عهارة عين شريرة تجديف كبرياء جهل جميع هذه الأمور تخرج من الداخل وتنجس أو توسخ الإنسان ويبقى غير مقدس الحل هو دخول المسيح إلى القلب وتطهير هذا القلب عن طريق التوبة ويعطينا روحه روح القدوس فينا هو الذي ينتج الأثمار أثمار القداسة يقول ثمر الروح هو محبة فرح سلام فرح لطف تعفف قداسة إلى خليل هذا عمل الله في قلوبنا طبعا الوقت قسير والموضوع طويل نرجو أنه اللي يريد أن يعرف أكثر يتصل بنا ويترك رقم من تليفون نحن مستعدين نتصل بكم أو نرسلكم بعد المنشورات لمساعدتكم على هذا الموضوع شكرا فس جورج دكتور يوسف هل في شيء معين في الإسلام يتحدث بعمق كما تحدث جراب فس جورج عن القداسة لا الإسلام ما فيش حاجات يتحدث بعمق القداسة الخارجية التطهير الخارجي بس والملابس والرب دأنك طريقة الوضوء وطريقة الوضوء وكده يعني ما فيش قلب كلاس القلب مش موجودة كثير يعني ما فيش عنده شعور أنه يشعر أنه اقترب إلى الله أكثر أو يعني حاول إرضاء الله بطرق معينة لتقدس ما هو طبعا فيه إرضاء الله وإقترب مع الله أكتر دي قد تكون لحاجات بيعملها نجاسة مش قداسة يعني مثلا يقترب لله أكتر لما يضطهد اليهود والمسيحيين زي ما حضرتك قلت مرة يقترب لله أكتر لما يجاهد في سبيل الله لما يتيع أمر القرآن إن إن إذا كان إن إن خفتم النشوز بتاعهم بضربوه هنا دي وصية من الله إنه يضرب مراته محمد قال علق الصوت حيث يرى أهلك علق الصوت في منزلك حيث يرى أهلك وعن أسماء بنت أب بكر كنت رابع أربعة نسوة عند زبير بن العوام فإذا غضب على إحدانة يضربها بعود المشجب بيعلقه في الغسيل حتى يكسره عليها وده زبير بن العوام يعني بيعتبرها طريقة تأديب يعني تقرب محمد قال كده أه ابن عم محمد صفية بنت عبد المطلب واحد من المرشحين الخلافة بعد عمر مباشرين بالجنة الزبير بن العوام يعني كان بيضرب أسماء بنت أب بكر صديق أي واحدة من الأربعة فالإسلام ما فيش القداسة بمعنى قداسة القلب والروح لكن المسيحية روح الله نفسه اسمه الروح القدس أي وقداسة في المسيحية يعني الشخص دوت مخصص لربنا يعني اسمها قدس للرب إناء معين قدس للرب يعني مخصص للعبادة فيعني واحد بيشعر أنه هو يعني أنا لحبيبي يسوع المسيح وحبيبي لي ففيه التصاخ بالرب يظهر من حديثنا اليوم هذه الحلقة برضو عملين نتكلم عن الأعمال وعن الإيمان فالإسلام عكس المسيحية والمسيحية عكس الإسلام بهتين النقطتين وده بشكل القاعدة الرسئية للعقائد المسيحية أو العقائد الإسلامية تفضل قسمون زرز كان لك أي طالقات عن الموضوع الحقيقة مثل ما تفضلت قس جوزيف إنه الإسلام يعني المصدر الرئيسي للعقيدة الإسلامية وهي الأعمال الصالحة إنسان يدان استنادا لأعمال الصالحة في يوم الدينونة توضع في نزان وأي كفة تكون هي العليا هو هذا صراط المستقيم أو هذا شيء تاني لا بالنسبة إلى يوم الدينونة والحساب إنه يعني الله سوف يزن الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة هذا بالنسبة التحكي على المسيح حاليا لا المسلمين على الإسلام نعم لكن احنا عندنا في المسيحية إنه احنا أتينا إلى المسيح بسبب النعمة يعني خلاصنا بالنعمة حياتنا بالنعمة شيء لم نكن نستحقه لا نستحقه ولا يمكن أن نأخذ بأعمالنا فأعمالنا الصالحة ليس لها أي قيمة في نظر الله مثل ما قال القس جورج إنه هي خلق بارية وهذا الفرق الكبير بين المسيحية والإسلام المسلم يعمل ويعمل ويعمل حتى يرضي الله وعندما يغادر العالم ليس له ضمان في أبديته ولكن المسيحي يخلص بالنعمة مجانا بدون أي عمل هو يقوم فيه مثل ما فضلت ومثل ما قال الدكتور يوسف إنه القداسة غير موجودة بس أعتقد أحد أسماء الله في أسماء 99 القدوس أسماء لها تفسير يعني لتفسير يعني 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 بالنسبة القداسة في الإسلام أشياء غير مفهومة ممكن يعبر عنها بالتصوف التزهد بعض الأحيان تعطي نفس المفهوم إلى القداسة إنه الإنسان يتزهد ويتصوف يعني مثل ما موجود بعض المتزهدين والمتصوفين في عهود الإسلام يعني كرسوا نفسهم إلى الله واختلوا بي الله في أماكن معينة في الجبل أو في منطقة معينة بس القداسة اللي نفهمها أحنا في المسيحية هي غير موجودة بالمفهوم الحقيقي إليها في الإسلام دكتور ريسو هل أنك توضيع حاجة بسيطة طبعا المسيحية بتقول إن الخلاص مجانا بالنعمة يعني السبب السبب اللي أنا ممكن أروح السماء هو إن محبة الله لي ونعمة لي بالنعمة أنتم مخلصون لكن في نفس الوقت النتيجة بتاعة الخلاص والولادة الجديدة اللي تكلم عنها الأسيس حسني جورج حسني ديت الأعمال الصالحة بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان اللي هو وصير الخلاص ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله في قعدها لكي نسلق فيها فالأعمال لها مكافآت بكل تأكيد لكن دخول السماء نفسه مرتبط بالنعمة السبب ودم المسيح اللي تصفك من أجلي ده التمن الخلاص والإيمان وسيلة الخلاص الأعمال النتيجة بتاعة الخلاص ففي سبب في ثمن الدم المسيح اشتريته بثمن في وسيلة بالإيمان بدمه في نتيجة الأعمال الصالحة لأن الإيمان بدون أعمال كمان ميت مقدرش قول له أنا مؤمن وأنا مورود من الله في اجتماع وعندين أعمال وأعيش في الخطيئة أنا مش مؤمن طيب أنا طبعا ما هو عندك قال أبن انتهاب وكتب قد أتطرق لشيء تاني في العبادة احنا بنمرس التسبيح والتمجيد لله طبعا عندنا ترانيم شيء وبعدين أنا سمعت كمان في الإسلام في بيقولولها مدائح طيب أعطيني الفرق قسم منذر احنا دلوقتي لما بنصلي بنسبح الراب وبنرنم نعم وبعدين في الإسلام في زي ما قلت مدائح وفي تراويح أو أشياء يعني مدائح النبوية طيب شو المقصود بين التسبيح في المسيحية والمقصود بين التسبيح في الإسلام طبعا هو أضوع طويل بس وقتنا ننتهى بسرعة والتسبيح هو تقديم الشكر إلى الله من أجل عطايا ومن أجل هباته نعبر عنها بالتسبيح والترنيم والترنيم يأتي من القلب لأن الكتاب المقدس يقول مترنمين في قلوبكم مسرور أحد فليرنم نعم فالترنيم هو جزء من العبادة في المسيحية في الكنيسة هناك ترنيم في الاجتماعات الكتاب المقدس هناك ترنيم لأن هذا يعلن عن شكرنا وحمدنا إلى الرب طبعا التسبيح في المقابل أيوه أنا أبذكر أنه كانت عندما تكون أيام ليلة القدر وليلة أحد أنا كنت بروح مع والدي إلى هذه المكانات اجتماعات وتكون في قاعات كبيرة في العراق أيوه كانوا يجيبون فرق للمدائح النبوية من غير موسيقى بس بدون موسيقى أيوه نعم يعني يسموه المدائح النبوية و لمدح شخص معين نعم مش للتقريب إلى الله أو شيء نعم أوكي وحاليا في الموجوات الحديثة خلال أيوه أربع سنوات الخمسة ظهر بعض المغنين في الإسلام أيوه وابتدوا يعملون أغاني دينية مسلمة نسيت الاسم تواشيح تواشيح نعم أبتدوا يعملون هذا الشيء يعني أنه بس تكون يعني ما يكون فيها فرح تشعر أنه في حزن فيها يعني ما في فرح زي الترنيم تشوف الترنيم لما تشوفه في التلفزيون أو تعطل في الكنيسة عبارة عن فرح في القلب يخرج إلى الخارج يعني فالمسلم دوما يعيش في رعب في خوف من الله وحتى عندما يقدم التسبيح يقدم بخوف وبرعب ولذلك تشوف الموشحات والتسابيع كلها الدل على يعني بدون موسيقى بدون فرح بدون يعني الدل على حزن في قلب الإنسان ولا تخاطب الله نعم ولا تخاطب الله نعم تسبيح نعم نسبح في شيء يعني سهل الفهمه هو أنه الإسلام جاء بعد المسيحية الذي جاء بعد اليهودية اليهودية والمسيحية واحد الآن في المسيح حقق وعود الكتاب المقدس في العهد القديم ونبواته فصار فيه اندماج بين العهد القديم والعهد الجديد التوراة والإنجيل ومنها الزبور الذي مملوء بالتسابيع تسابيع كله 150 أكبر كتاب أما بعد 600 سنة ويزيد جاء الإسلام الإسلام ما جاء بشيء جديد الحقيقة ما فيه شيء جديد فيه شيء جديد يا أخوة لا لا ما فيه أي شيء جديد فمأخوذ أكثره في بعض الناس اللي حسبوا أنا ما حسبت بيقولوا 70% من القرآن هو من الكتاب المقدس فيه ناس بيقولوا 90% من القرآن هو من الكتاب المقدس يعني خلنا بين السبعين والتسعين 80% فيها أشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة مأخوذة من الكتاب المقدس ومنها العبادة والصلاة والتسبيح والتجويد والآخرة هذه كلها موجودة في المسيحية لكن الفرق هو أن الإسلام رجعنا لورا ألفين سنة لموسى أما المسيح أجا ودفعنا إلى الأمام إلى قدس الأقدس بيقول في يحنى واحد أن موسى جاء بالنموس أو بالشريعة أما المسيح جاء بالحق والنعمة فأجا محمد رجعنا إلى الشريعة فالتسبيح ممكن واحد يقدر يقلد يمكن أنت تحبه لمحمد عبد الوهاب وتقلده بس أنت مش محمد عبد الوهاب الكتاب المقدس يعلمنا التسبيح هو طبعا تعبير عن عزمة الله وشكر له على كل أعماله العظيمة لنا لكن فيها نوع من الفرح يقول هنا المزمور الآخر الذي هو الزبور هللويا يعني أعمل زرغده سبحوا الله في قدسه سبحوه في قوته سبحوه على قواته سبحوه حسب كثلة عظمته سبحوه بصوت الآلات الموسيقية كلها الصور الرباب العود الدف والرقص حتى رقص بالأوتار بالمزمار بالسنوج بالتصويت يعني بالهتاف سبحوه بسنوج الهتاف كل نسمة فلتسبح فلتسبح الرب هللويا يعني في يعني شو بالعربي يعني في عاطفة في حماس لما نقف أمام الله في التسبيح بفرح وبرقص هذا شيء عظيم لأنه فرحنا هو نابع من علاقتنا مع الله يسوع للتلاميذ افرحوا لأن أسماءكم كتبت في سر الحياة ما أجمل الحياة المسيحية خلينا نتخلص من عبء الخطيئة يسوع المسيح قال تعالوا إلي يا جميع كلكم تعرفون المتعابين الرازحين تحت الأحمال والأسقال والخطايا والذنوب وأنا أريحكم يعطيكم سلام يعطيكم حياة أبدية تريح بالك وبتدفعك للتهليل والتسبيح وشكرا الله بالغناء أمين شكرا جورجا دكتور يوسف كلمة أخيرة عن التسبيح في العبادة إذا كان في المسيحية وإذا كان في الإسلام طبعا التسبيح في المسيحية ناتج من إنسان يعني فرحان يعني شكرا يقول أه مسرور أحد خلي يرنم يعني اللي بيرنم وبيغني ده إنسان فرحان ما عندكم مشقات يخلي صلي بقى آه طبعا لو واحد تعبان يصلي اللي اتنين مطلوبين لكن لو واحد فرحان يرنب الترنيم ده نتيجة الفرح يقولك مترنمين في قلوبكم للرب فالترنيم زي ما شفنا الأسيس جورج حسني إن المصمور 150 واضح بكل قالات الموسيقية وهليلويا ويسقف ويرقص المسيحية معناها بشارة مفرحة الإنجيل معناها بشارة مفرحة ممكن كمان يكون التسبيح تمجيد لله ما هو ده آه يشمل كل شيء من ضمنها بيمجد الله ليه لأنه شاعر إن الله عمل معاه عمل كبير تجسد من أجله يعني أظهر له المحبة عن طريق الاتحاد بيه وأظهر له المحبة عن طريق البزل الصليب وأظهر له المحبة عن طريق يوم الخمسين إن أعطاه روحه أبقى عنده روح الله قدوس اللي من أهم استمر بتاعته المحبة والفرح فالإنسان بيشكر ربنا وبيسبح لربنا يعني نتيجة إن ربنا إدى له حاجة حلوة جدا بركات والمحبة ظهرت وفرح قلبه فالإنسان شيء طبيعي من غير ما يبزي المجهود يبسه فرحان فبيرن من الرب أمين أمين جناب القصة جورج يريد تصلي لنا النهاردة لموضوعنا إن العبادة ما هيش تقاليد العبادة ما هيش أعمال نقوم بها العبادة هي فعلا علاقة مع الله ويرت أصلي للإخوة والأخوات اللي بيشاهد البرنامج إن الرب يعرفهم إنه عايز يقترب لقلوبهم ويكسر قيود العمل ويكسر قيود التقاليد ويكسر قيود الوراثة الدين ليس بوراثة يريد تصلي لنا تقوم هذه الجلسة أمين المؤمن يعبد الله 24 سبعة يعني نحن نعبد الله نتعبد لي لأنه نعرف من هو فخلنا نصلي أمين ونعبد الرب مع بعض أنت عظيم يا الله نشكرك نعظمك نباركك أنت إلهنا خالق السموات والأرض نشكرك لأنك تنازلت من السموات بروحك القدوس وبجسد يسوع المسيح الذي أحبنا وبدل نفسه لأجلنا ورفعنا من مزبلة الخطيئة والهلاك والشر ونقلنا من ملكوت الشيطان إبليس ملكوت الخطيئة ملكوت الشر والظلمة ونقلنا إلى ملكوته في ملكوت النور والخلاص والحياة نشكرك أيها الإله لأجل يسوع المسيح وخلصنا لك المجد نطالبك يا رب بجميع الذين شاهدونا وسمعوا أصواتنا إن كان على الكمبيوتر أو على التيفي هنا بالسودان في جميع أنحاء العالم نشكرك يا رب لأجلهم أرجو يا رب بروح القدوس أن تلمسهم لمسة الروح لمسة القوة لمسة الشفاء لمسة تبكتهم على خطيئتهم حتى يتوبوا إليك ويرجعوا إليك ويكونوا متعبدين بالحقيقة كأولاد وليس كعبيد نشكرك يا رب لأنك حررتنا حررتنا بيسوع المسيح ومن خلاله لك كل المجد آمين قسم منظر شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور يوسف شكرا جزيلا شكرا جزيلا عجل المشاهدين وكذلك أشكركم لمتابعتكم لهذا البرنامج وأرجو بركات الرب لجميعكم في هذه الأمثية وتصبحونا على خير ت caboضي Bulgar محاسوب لنشكرا جزيلا اشتركوا في القناة